تربية الدواجن في صلاح الدين باتت كما الزراعة وتربية الأسماك وتربية المواشي مهجورة من قبل أصحابها حيث لم تعد تأتي بالفائدة المنتظرة منها فمع ارتفاع أسعار الأعلاف والأدوية والمبيدات انخفض سعر المنتوج المحلي من لحوم الدجاج والبيض سبب غزو المستورد للسوق المستورد دمرنا الأسعار صعدت ما للأفراق ما للعلاف صعدت الدولة ما جاءت تدعمنا نريد أن الدولة تدعمنا هذا الحق العزلت من وراء الأسعار صعدت عليها ما أقدر أذب كل خسائر علاج قالي علاف قالي أفراق قالي الذب الوجبة تطلع خسارة يعني مساعدة ماكو المستورد جاء طبعا لنا احنا الآن المنذب الوجبة غير أستفاد بيها ما أستفاد من الوجبة أكثر من خمسين حقل بيعت أو هجرت ولدات السبب فبعد أن كان أصحابها يعتمدون على الزراعة توجهوا إلى تربية الدواجن ليجدوا الإهمال وعدم الاهتمام ذاته حوالي خمسين قاعة التي انقرضت كلها من سبب الخسائر نحن جلنا ملتفتين على الزراعة الزراعة انقرضت التفتنا على هذه حقول الدواجن اهتمامنا بالثروة الحيوانية حسنا بالثروة الحيوانية انقرضت كلها خسائر وين الروح وين نتجه المحصول للصيف انتهى معدنا احنا بالعرق انتهى عيشتنا على الله على الحقل الحقل هذا هم انتهى ما بي فايدة بعد نجد الحكومة أن نطراعينا بل الأعلاف بل الأفراخ نزلنا السعر نزلنا السعر مع العلف الأفراخ يعني المستورة تكعى عندنا رافد اقتصادي مهم ومورد غذائي لاستغناء عنه هما ايضا اصبحا ضحية الدعم الحكومي وتذبذب القرارات بشأن السوق والتسويق للمنتوج المحلي بلا دعم مادي وتسويقيا مما أدى الى نهجر مربوط دواجن حقولهم والتي لم تعد تكفي بوارداتها السنوية نفقات سلع عمال او حتى اجور العلف من صلاح الدين في رأس الحسني أتسغير